بسبب ميشيل بارنيا رئيس الحكومة الجديدة الذي عينه إمانويل مكرون باريح وبوصول بارنيا كأنه اليمين المتطرف يصل على السلطة رح خبركم ليش ميشيل بارنيا وج يميني قديم ومعروف وبيحمل سياسات أقرب للتجمع الوطني اليمين المتطرف بملف الهجرة بتطابق أفكاره مع أفكار المتطرفين بدوا تقليص الخدمات الاجتماعية للمهجرين وإلغاء حقهم بالطبابة إلا الطرقة منها وتحديد كوتا للفياز وإعادة النظر بمسألة لم الشمل وبأي اضطرد أي مهاجر مدين أو محكوم بالسجن بالحقوق بارنيا ومسيرته السياسية الطويلة مع رفع سن التقاعد للخمسة وستين ومعت شديد قانون البطالة وتقليص التقديمات فيه وصولا لحجبة بالحريات بارنيا كان من النواب يلي عرضوا إلغاء تجريم المثلية سنة 1981 بالتسعة وتسعين عرض إقرار عقد تضامن المدني الباكس يلي بيسمح بتنظيم الحياة المشتركة للأفراد خارج عقد الزواج كمان بيتقاطع موقف بارنيا مع اليمين المتطرف باعتباره لبس لحجاب مخالف للأنون بالأمن كمان بتجسد مواقف بارنيا لحد كبير مشروع التجامع الوطني من باب زيادة صلاحيات رجال الأمن وتوسيع السجون بأكيد هاشي أنو مكرون نفذ إنقلاب سياسي على شغلتين أولا إنقلاب على نتائج الانتخابات يلي تصدرتها جبهة اليسار وتانيا إنقلاب على الجبهة الجمهورية يلي تشكلت من الوسط وكل اليسار لصد وصول اليمين المتطرف للحكم شو نتيجة الإنقلاب؟ مكرون وحكومته صاروا عند اليمين المتطرف ومكرون حط مسيرته الرئاسية والسلطة بإيد مارين لوبين يلي رح تحدد وحده سياسة هيد الحكومة ومصيرة صارت لوبين صانعت حكومات ومكرون موظف عندها ترجمة نانسي قنقر